لَن تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونِ نحمده على نعمة القرآن نحمده على نعمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نحمده على نعمة الصحة والعافية نحمده على كل شيء سبحانه وتعالى نحمده أيضا أن فتح لنا المجال حتى نتدارس ونتذاكر في شيء من دين الله في هذه الساعة ونصل ونسلم على محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا برنامجكم مما تحبون ولازمنا نتذكر في قضايا تتعلق بفريضة الزكاء واليوم سنتكلم على نقطة وهي أن الزكاء حل لمشاكل المجتمع الزكاء حل لمشاكل ليس مجتمعنا نحن فحسب بل سائر مجتمعات المسلمين والزكاء حقيقة ابتداء قبل أن نخوض في هذه المسألة ما جاءت إلا لأجل شيء اسمه التكافل الاجتماعي التكافل الاجتماعي هو التعاون بين أرباب الأموال وبين المحتجين لهذا المال وحقيقة سائر المجتمعات تنشب فيها الكثير من المشاكل وكثير من الأخطاء وكثير من العيوب وجاءت الزكاة حقيقة لمعالجة مثل هذه الأمور هناك أنفس مريضة تأيش بين الناس هناك شيطان والعياذ بالله يوسوس لكثير من الناس هناك أناس عندهم شيء من الأنانية عندهم شيء من حب الذات فوجود الفقراء بيننا والمحتجين بيننا جعل من الشريعة تنزم الناس بفريضة الزكاء كل ذلك حتى تتعالج هذه المشاكل والإشكالات التي تنشب في هذه المجتمعات نبدأ بأول مشكلة ربما تعالجها الزكاة وهي مشكلة الفقر مشكلة الفقر والعوز الفقير هو الإنسان الذي لا يملك الأموال الفقير هو الذي يحتاج إلى الطعام يحتاج إلى الدواء يحتاج إلى الكساء يحتاج إلى أشياء كثيرة في الحياة اليومية فجاءت الزكاة حتى تعالج قضية الفقر هذه المعالجة تتم من اثنين من الناس أو من اثنين من الناس الأول الراعي الأكبر ولي أمر المسلمين وهو الحاكم ورأس الدولة الأكبر والثاني هم الناس الأغنياء والشريحة الذين هم يعدون من أرباب الأموال حتى ننظر إلى هذين الأساسين في زمن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه وزعت أموال بيت مال المسلمين على الناس حتى لم يبقى عندهم فقير تصوروا وزعوا الأموال التي هي ملك للمسلمين وهي في بيت مال المسلمين وزعوها على الناس فلم يعد يجدون فقيرا يعطونه من زكاة المال يعني يقول محمد بن عبد الحكم جاء يحيى بن سعيد فتكلم في يوم من الأيام قال باعثني عمر بن عبد العزيز لأجمع الزكاة في أفريقيا يعني في شمال أفريقيا التي نحن فيها الآن قال فجمعت الأموال من الأغنياء فجعلت أبحث عن فقيرا أعطيه من الزكاة فلم أجد فقيرا أعطيه من الزكاة لأن عمر بن عبد العزيز قد وزع الأموال فكفت كل الناس فأصبح ليس هناك فقير قال فجعلت أنظر فلم أجد فقيرا فأخذت الأموال واشتريت بها رقابا فأعتقتها في سبيل الله اشترى بها ناس من الرق من العبودية ممن كانوا يباعون في زمان في الرائل الأول ثم أعتقهم في سبيل الله انظروا لم يجدوا عندهم فقيرا لماذا؟ لأن رأس الدولة وزع الأموال على كافة الناس فصار الجميع أغنياء لم يكن عمر بن عبد العزيز وحده والذي صنع مثل هذا الشيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كما في ترجمته من حلية الأولياء من تاريخ دمشق من غيرها من الكتب قالوا أنه كنس بيت مال المسلمين في زمنه وصلى فيه ركعتين ووزع الأموال كلها على الناس وقال حتى يشهد لي هذا المكان أني لم أدخر درهما واحدا عن مسلم من المسلمين تصوروا كنس بيت مال المسلمين ووزع على الناس إذا كنس بيت المال ووزع على الناس لا يبقى عندنا فقير أبدا الزكاة جاءت يا إخواني حتى تصل هذه الأموال إلى المحتاجين والفقراء إذا وصلت إليهم بترتيب معروف وبنظام معروف وباستمرارية لن يكون عندنا هناك إنسان يحتاج إلى شيء كل ما احتجته تستطيع أن تقضيه لأن الأموال معك باستمرار ولذلك جاءت الزكاة لأجل هذا الغرض وأيضا لم يكن علي بن أبي طالب وحده رضي الله عنه هو الذي كنس بيت مال المسلمين في كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن ساعد رحمة الله عليه ورجل من الحفاظ والمؤرخين الإسلاميين القدامى في القرون الثلاثة الأولى يقول أن عمر بن الخطاب بعدما مات أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخذ معه الأمناء وذهبوا إلى بيت مال المسلمين الأمناء أخذ معه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عف ومجموعة من الصحابة ودخلوا إلى بيت مال المسلمين أراد أن يدخلهم معه حتى يرى الجميع كل شيء أمامهم فليس هناك شيء مخبة أو من وراء الكواليس دخل مع الأمناء فلم يجدوا فيه لا درهما ولا دينارا إنما عمر أبو بكر الصديق وزع كل الأموال على الناس قال عمر بن الخطاب فوجدنا خيشة خيشة يعني زي شوال أو شكارة خيشة فقالوا فنفضناها فسقط منها درهم واحد نفضوا الخيشة فسقط منها درهم واحد فشعلوا يترحمون على أبي بكر الصديق لماذا؟ لأنه وزع أموال الناس على الفقراء وعلى أصحابها إذا وزع راعي الدولة الأكبر ورأس الدولة الأكبر إذا وزع الأموال بالتساوي على الناس لن يكون عندنا فقير ومحتاج أبدا في بلاد الإسلام ليس في بلادنا فعسب نحن نتكلم على إسلام أينما حل هذا الدين وإنما وجدت هذه الرسالة إذا وزع كل رأس دولة أموال الدولة على المساكين وعلى الناس وعلى الفقراء والمحتاجين سوف ينتقل من مرحلة الفقر إلى مرحلة الغنى ولن يبقى عندهم إنسان محتاج هذا عمر بن عبد العزيز وما صنعه علي وما صنعه أبو بكر وغيرهم إنما تعلموه من الرسول عليه الصلاة والسلام هناك حديث في صحيح البخاري وغيره يقول أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة العشي يعني إما الظهر وإما العصر ثم خرج مسرعا يتخطى رقاب الناس وبعد قليل رجع فوجد في وجوه الناس غرابة فقال في وجوهكم غرابة قالوا سلمت ثم خرجت تخطيت رقاب الناس مسرعا قال تذكرت تبرا عندنا في البيت تبرا يعني فضة واحد من الناس جاب لفضة صدقة للفقراء والمحتجين فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وذهب يصلي تذكرها وهو في الصلاة قال تذكرت تبرا عندنا في البيت وأنا في الصلاة فأحببت أن لا يمسي علينا المساء وفي بيتنا شيء منه تصوروا رجع وزع ذلك أو تلك الفضة والتبر على المحتجين والمساكين كل ذلك حتى يغني الفقير ولا يجعله من المحتجين هكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام فالشريعة الإسلامية أرشدت الناس إلى الزكاء ودفع الزكاء حتى تعالج بها مشكلة الفقر والفقراء في بلاد المسلمين إذا أخرج الأغنياء أموالهم لو أن كل الأغنياء والأثرياء هناك أناس يملكون الآلاف هناك أناس يملكون مئات الآلاف هناك أناس يملكون ستة أصفار وسبعة أصفار وربما أكثر هناك من عنده حتى تسعة أصفار هؤلاء الناس لو أجمعوا جميعا أنهم يخرجون زكاة أموالهم ويعطونها للفقراء باستمرار هل كان يبقى عندنا فقير والله لا يبقى عندنا فقير واحد لكن للأسف الشديد كثير من الناس أصحاب الأموال تجاهلوا هذه الفريضة ولم يدفعوا زكاة أموالهم فاستمر عندنا الفقر موجود إذا رأيت الفقر في دولة غنية ذلك يرجع إلى أحد أمرين إما أن حاكمهم الأكبر لا يقسم بين الناس بالسوية ولا يوزع الأموال على المسلمين فظل أظل الفقراء موجودون في المجتمع أو أن الأغنياء ليس كلهم يخرج زكاة ماله هناك من أخرج وهناك من لا يخرج لأنه لو أخرج الجميع لكتفى الجميع ولكفى المال الجميع ولن يبقى عندنا فقير وسنأتي ربما في حلقة قادمة كم يعطى الفقير من الزكاة كداش المقدار اللي بنعطيه للفقير من الزكاة كم أعطيه مية ميتين ألف خمسة سننظر في تلك الحلقة عندما تأتي بعون الله كم يعطى الفقير من الزكاة لنعرف بعد ذلك أن أثر الزكاة على الفقير سيكون كبيرا وسوف ينقله من دائرة الفقر إلى دائرة عدم الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء فوجود الفقير في المجتمع دل على أن هناك أموال لم تصل إلى هذه الشريحة من الناس فجاءت الزكاة لأجل أن تحارب ظاهرة الفقر والشريعة الإسلامية لا لا تريد من الناس أن تعمل تريد من الناس أن تكد تريد من الناس أن تدخل معترك الحياة وتشتغل وتعمل كل ذلك حتى يوفر لقمة الأيش لهم ليقول النبي صلى الله عليه وسلم ربما في دعاء حفظة عنه عليه الصلاة والسلام اللهم أكثر ماله وولده يعني هذه أم سليم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي والدة أنس بن مالك أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أنس خادمك يا رسول الله ليخدمك فادعوا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وقد كانت بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له إلى أن مات وهناك أربعون واحد من أحفاد أنس بن مالك فكثر ولده وقالوا في ترجمته كان نخل أنس بن مالك يلد في العام مرتين موجود في ترجمته من كتاب تهذيب الكمال وغيره ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كانت الشريعة ترغب الناس في أن يطلبوا الرزق ويطلبوا المال حتى لا يكونوا فقراء ولا يكونوا محتجين وقد حفظ من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يسأل الله عز وجل الهدى الهداية أن يكون على الطريق الصحيح والتقى أن يكون تقيا والعفاف أن يكون عفيفا ولا يسأل الناس شيئا ويسأله أيضا الغنى سواء كان غنى النفس أو غنى المال لماذا؟ لأن الذي يكون فقيرا يحتاج والذي يحتاج ربما يذل نفسه حتى يتحصل على هذا المال فجاءت الشريعة فرغبت الناس في الحصول على الرزق حتى لا يقعوا في شرك العوز وشرك هذه الأمور يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه دلتك الشريعة على أشياء تستطيع أن تتحصل من ورائها على أموال ولا تكلفك الكثير منها صلة الرحم من أحب أن يبسط له في رزقه البسط هو المد ولذلك سميت السجادة التي يجلس عليها الناس بصاط لأنها ممدودة والأرض بسطها أيضا بسطها يعني مدها وصارت كبيرة من أحب أن يبسط له في رزقه يعني يمد له في رزقه ويصير كبيرا وينسى له في أثره يبقى له أثر طيب وذكر طيب فليصل رحمه إذا وصل الإنسان رحمه سوف يذكر بخير وسوف يبسط له في الرزق يوسع عليها الله عز وجل ويعطيه الرزق فصلة الأرحام سبيل من السبلة التي يتحصل بها الإنسان على المال والشريعة الإسلامية حقيقة قد دلت الناس على الرغبة في الحصول على المال حتى لا يكون هناك فقير ولعلكم تذكرون الحديث الذي في الصحيحين عندما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليعوده ومرض سعد ذلك كان نهاية عمر سعد في آخر عمر سعد يعني فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فقال سعد يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا بنت واحدة أفيجزيني أن أتصدق بشطر مالي يريد أن يتصدق أو معذرة بكل مالي قال لا قال أفأتصدق بشطر مالي بالنص قال لا قال أفأتصدق بثلث مالي قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس إن تترك أبنائك وبنتك هذه غنية أفضل من أن تتركها فقيرة تحتاج إلى الناس وتتسول وتمد يديها وتطلب من الناس ولذلك دلت الشريعة على أن الإنسان ينبغي أن يحارب الفقر ولو أن تترك لأبنائك شيء من تركتك حتى يستغن به عن الناس يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه وهو من الزهاد ومن العباد والله إلا أن أخلف عشرة آلاف درهم يسألني الله عنها خير من أن أدع أبنائي وبناتي على يتكففون الناس هكذا يفكر الإنسان أن يحاول أن يقضي على الفقر مثلما الشريعة دلت الناس على إخراج الزكاة حتى تعالج مشكلة الفقر والعوز ولا يبقى هناك فقير أو محتاج بيننا مشكلة هذه من المشاكل التي عالجتها الزكاة وهي محاربة ظاهرة الفقر والعوز أيضا من المشاكل التي حاربتها الزكاة مشكلة إزالة الأحقاد من صدور الناس الأحقاد الموجودة في صدور الناس هذه الزكاة سبيل من السبل التي تحارب مسألة الأحقاد الأحقاد إما أن تكون بين الغني والغني الآخر إما أن تكون بين الفقير والغني كيف ذلك يعني الغني عندما ينظر إلى غني آخر لا يخرج زكاة ماله سوف يحقد عليه لماذا لا تخرج زكاة أموالك أنت غني ووسى عليك الله لماذا لا تخرج زكاة أموالك سوف ينشى حقد وكراهية في صدر الإنسان الغني تجاه الغني الآخر الذي لا يخرج زكاة أمواله لكن إذا أخرج ذاك الغني زكاة أمواله سوف يزال هذا الكره الذي في الصدر تجاه الغني الآخر انظروا الزكاة كيف هي علاج لمشكلة الأحقاد التي في الصدور أيضا من الأحقاد التي في الصدور قد تجدها من الفقير تجاه الغني الغني يأكل جيدا ويلبس الحسن ويرقب المركوب الفاره ويسكن البيت الفسيح والفقير محروم ليس عنده شيء من ذلك فينشأ في صدره حقد تجاه هذا الغني بسبب هذا التفرق وهذه التفرق التي بينهما فجاءت رسالة الإسلام فدلت الأغنياء أن يخرجوا زكاة أموالهم يدفعونها للفقراء فإذا استلم الفقير زكاة المال والأموال من الغني سوف لن يكرهه بعد ذلك ويزال كافة الحقد الذي في صدره تجاه هذا الغني قديما قالوا جبلت النفوس على حب من يحسن إليها جبلت النفوس من الله عز وجل على حب من يحسن إليها الذي يحسن إليك أنت تحبه هكذا هي طبيعة الناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما ملك الإنسان إحسانه إذا أحسنت إلى الناس سوف تملك قلوبهم وتملك خواطرهم وسوف تقربهم منك لا تجعلهم يكرهونك ولذلك جاءت الزكاة حتى تزيل الأحقاد من صدور الناس تجاه بعضهم بعض ولو كان الفقير أجنبي ليس من بلدك ليس من مدينتك ليس من قريتك هب أن دولة مسلمة اختلفت مع دولة مسلمة أخرى وهذا ينشأ وموجود بلد اختلفت مع بلد آخر سياسيا اقتصاديا بل ربما حتى أسكريا ونشأت بينهم حروب وهذا موجود صلى الله يزيل الأحقاد من الصدور هب أن فقير عندنا من البلد الأخرى التي نحن نختلف معها موجود بيننا وأراد أن يرجع إلى بلده وليس عنده مال يرجع به الشريعة الإسلامية تلزمك أن تعطي هذا الإنسان أموالا يصل بها إلى بلده لأنه ابن سبيل وابن السبيل مصرف من مصارف الزكاة أيا كانت بلده أيا كانت الأحقاد التي بين الدولتين فالشريعة الإسلامية عندما أرشدت الناس إلى الزكاة لم تنظر إلى مسألة أن الدولة هذه تحارب هذه أو الدولة هذه تختلف مع هذه اقتصاديا وسياسيا لا نظرت إلى حالة الإنسان المحتاج هذا لتأخذ بيده وتصل به إلى بلده أزالت الأحقاد من صدور الناس عن طريق إعطاء الزكاة لهذا الإنسان ولو كان من بلد أخرى نختلف معها في شيء هذا شيء وذاك شيء آخر فالشريعة الإسلامية حقيقة جاءت من أجل إزالة الأحقاد من صدور الناس تعالوا نرجع قليلا إلى المجتمع الجاهلي لننظر إلى هذه المسألة في المجتمع الجاهلي لم يكن هناك زكاء في المجتمع الجاهلي كان هناك أغنياء وكان هناك ناس من الفقراء الغني لا يلتفت إلى الفقير وليبت بل كان يقرضه أموالا ويتعامل باعه بالربا ويتضاعف عليه المبلغ حتى يبيع الفقير داره ودبته وكل شيء ليخلص الأموال التي عليه لهذا الغني ولهذا قال الله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة فحقيقة كانت هناك أمراض في الصدور موجودة من الغني للفقير ومن الفقير للغني نشأ بينهم ما يعرف بنظام الصعاليك نظام الصعاليك الصعاليك هم الفتوات الصعاليك ناس من الفقراء كانت عندهم قوة فكانوا هؤلاء الصعاليك يعني يأخذون حقوقهم بالقوة من الأغنياء بالقوة هم فقراء جمعهم رجل يقال له عروة بن الورد لعلكم تسمعون عنه وكان من الشعراء ومن الناس أصحاب حتى الكلمة التي فاها حكمة جمع عروة بن الورد الصعاليك هؤلاء الفتوات كلهم وجاء لهم تحت كلمة واحدة تحت كلمته هو ينقاد لكلمته ويسمع لكلامه ورأيه هؤلاء الصعاليك كانوا يخرجون إلى الصحراء ويرون الإبل في الصحراء عندما يروا ناقة أو جمل لإنسان فقير يعرفونه لا يقتربون منه ولا أحد يأتي جهة هذا الجمل وهذه الناقة مع أن بإمكانهم أن يأخذوها هي بين يدهم وصاحبها فقير وضعيف لا يستطيع أن يقاومهم لكن كان عندهم مبدأ لا يأخذون أموال الفقراء والمساكين يأخذون أموال الأغنياء يذهبون إلى الإبل التي أصحابها أغنياء يسوقون منها ما يرضيهم ويأخذون هذه الإبل ويرجعون بها ويقتسمونها فيما بينهم نحن فقراء وحقنا ذهب إلى الأغنياء ولم يعطينا الأغنياء شيء ذهبوا يأخذون حقهم منهم بالقوة حتى أن عروة بن الولد كان يقول والله إني لأستحي من الإله أن أرى أطوف بحبل ليس فيه بائير وأن أسأل المرأة اللئيمة بائيره وبعرانه ربي في البلاد كثيره يعني يقول أني نستحي ونخجل نمسك حبل ما فيه شي ناقة أنا أروة بن الورد أنا الصعلوك أنا الكبير أنا القوي معقولة نأخذ حبل ما فيه شي ناقة ما عنديش قوة نأخذ ناقة أنا عندي قوة إني لأستحي من الإله أن أرى أطوف بحبل ليس فيه بائير وأن أسأل المرأة اللئيمة بائيره ونجي لي فقيرنا خد للبائير متاعه نجي لي مسكيننا خد للناقة متاعه هذا ما يكتبش علي قال أو أسأل المرأة اللئيمة بائيره وبعرانه ربي في البلاد كثيره هون البائير مليانة في الصحر همشي خود ما تبه فكان عندهم مبدأ أن الأموال هذه وزعها الله على الناس كلهم لكن هناك جزء كبير من حق الفقراء ذهب إلى الأغنياء كيف سنأخذه يقول لا نأخذه منهم إلا بالقوة ولذلك كانوا يسطون على الأغنياء ويهجمون عليهم ويأخذون حقهم فجاءت الشريعة الإسلامية فقدت على هذا المبدأ قالت لا لا يجوز للإنسان أن يهجم على إنسان آخر لا يجوز لإنسان أن يسطو على إنسان آخر لا يجوز لإنسان أن يسرق أموال من الآخر حتى ولو رأى في ظنه ونظره أنها حق له فجاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ الزكاة حتى يأخذ الغني الأموال ويعطيها للفقير وبذلك تصل الحقوق إلى أصعابها نظام جميل كانت تأيش به الشريعة الإسلامية وزرعته في الناس وهو محاربة مشكلة أحقاد الصدور عن طريق إخراج زكاة المال فبالإسلام تمت هذه المحاربة وبالتالي تآلفت القلوب فيما بينها وبين بعض حتى أن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ألف بينهم بالإسلام ألف بينهم بشرائع الإسلام والتي من ضمنها هذه الزكاة فالسكاة جاءت حقيقة لأجل حل مشكلة الأحقاد التي في الصدور وسوف نأخذ فاصلا قصيرا ونعود بعد ذلك لنكمل ما قد بدأنا فتابعوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه عدنا والعود وأحمد لنكمل ما قد بدأناه من أن الزكاة فريضة جاءت حتى تحارب أي كثير من المشاكل التي تنشى في المجتمعات أو في المجتمع من ضمن المشاكل التي تنشى في المجتمع ركود حركة الاقتصاد ركود حركة الاقتصاد طبعا مما لا شك فيه أن الدولة حتى تقوم لابد أن يكون فيها اقتصاد قوي لابد أن يكون فيها دخل ترجع إليه حتى تتقوى هذه الدولة بهذا الدخل وتكتفي به فالزكاة جاءت حقيقة لأجل محاربة ركود عجلة الاقتصاد كيف ذلك؟ هل تتم عن طريق أمرين؟ أمر يشمل الغني وأمر يتعلق بالإنسان الفقير أما الأمر الذي يتعلق بالإنسان الغني الغني صاحب الأموال يدفع زكاة أمواله بارك الله فيه إذا دفع زكاة أمواله هذا الغني سوف يخلف الله عز وجل عليه وتكثر أمواله لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يعيده عليك بأفضل مما أعطيت وما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان إلى السماع الدنيا يقول الأول اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا فالغني إذا دفع زكاة أمواله سوف يعيدها الله عز وجل عليه مرة أخرى بأكثر وأفضل مما أعطى هذا الغني التاجر أو الغني صاحب المال إذا وسع الله عز وجل عليه سوف يوسع من دائرة التجارة التي عنده بدلا من كان يبيع في محل صغير سوف يصير المحل كبيرا بدلا من أن يكون عنده محل كبير سوف يفكر أن يتاجر بالجملة إذا فكر في التجارة بالجملة وازدادت أمواله سوف يفكر بالتجارة بجملة الجملة بل ربما يفكر أن يوسع النطاق وليشمل نطاقا آخر ربما غير التجارة يدخل في العقارات يدخل في التجارة بالأموال يدخل في عدة وسائل ليستخدم هذه الأموال الكثيرة التي عنده هذا الدخول معناه أنه صار يحرك عجلة الاقتصاد كيف؟ عن طريق استثمار هذه الأموال ويصبح هناك صادر ووارد هناك داخل هناك خارج هناك كثرة ناس تعمل معه لأنه كلما ازداد النشاط كلما ازداد عدد العاملين المحركين لهذا النشاط وبالتالي تتحرك العجلة الاقتصادية أيضا الغني هذا يحتاج إلى تعويض شيء من المال الذي أنفقه فيكد ويعمل أكثر فأكثر فتتحرك بالتالي عجلة هذا الاقتصاد كذلك إذا نظرنا إلى حال الفقير الفقير إنسان إذا أخذ الأموال سوف يهجم بها على الأسواق ويشتري النواقص التي كانت تنقصه إذا كان هناك بيت يحتاج إلى الصيانة سوف يشتري معدات وأدوات لبيته وهذا سيحرك به عجلة الاقتصاد في هذا الجانب إذا كان يحتاج إلى طعام وغذاء سوف يحرك الاقتصاد أو عجلة الاقتصاد في هذا الجانب إذا كان يحتاج إلى كساء وما إلى ذلك سوف يشتري الملابس وهذا سيحرك عجلة الاقتصاد في هذا الجانب بالتالي أصبحت الزكاة شيء مما يحرك الله عز وجل به عجلة الاقتصاد فتدور الدائرة وتتعدل الأمور كثيرا عجلة الاقتصاد هذا مصطلح حادث ليس بقديم لكن المصطلح الحادث لا بأس أن تخدمه الشريعة وأن يتفق مع الشريعة الدولة حتى تقوم تحتاج إلى اقتصاد كيف سيتحرك اقتصاد هذه الدولة؟ عن طريق زكاة الأموال يكثر المشاريع يكثر عدد العاملين في المشاريع يكثر عدد الفقراء المحتجين والذين يأخذون الزكاة يكثر هجومهم على الأسواق والمحلات وبالتالي تتحرك عجلة الاقتصاد قليلا كانت مسألة ركود عجلة الاقتصاد من ضمن المشاكل التي حاربتها فريضة الزكاء فريضة الزكاء جاءت لحل مشكلة زعزعة كيان الدولة نعم الدولة حتى تقوم كان لابد أن يكون فيها مثلا الجيوش التي تحارب من أجل بقاء الدولة الجيوش التي تحارب من أجل إقامة شرع الله في الدولة الجيوش التي تحمي المواطنين تحمي البلاد تحمي العباد هذه الجيوش عبارة عن ناس يحاربون ويقاتلون في سبيل الله في سبيل دين الله في سبيل نصرة دين الله في سبيل حماية شريعة الله في سبيل نشر شريعة الله في الناس هؤلاء في سبيل الله والذين هم في سبيل الله هم مصرف من مصارف الزكاة بنص القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قالوا في سبيل الله فتعطى الصدقات والزكوات لمن يقاتلون في سبيل الله أو تعطى لولي الأمر حتى ينفقها على من يقاتلون في سبيل الله في اشتراء العدة في اشتراء العتاد في اشتراء الكساء في اشتراء معدات القتال في تموينهم في احتياجاتهم في قضاء كل ما من شأنه يجعلهم يستمرون في هذا الخط اذا وقفت الجيوش على اقدامها استقر حال الدولة ولن يكون هناك زعزعة لا في الامن ولا في الامان ولا في الاقتصاد ولا في اي شيء لكن اذا لم تصل الاموال الى هؤلاء فدل ذلك على ان زعزعة الدولة امر يحارب هذه النقطة فالزكاة جاءت حقيقة من اجل ان تحارب مشكلة زعزعة الدولة ايضا من المشاكل التي تنشى في المجتمعات ما هي مشكلة مثلا الربط ما بين الحاكم والمحكوم نحن نريد ان نربط الناس نربط الناس بحاكمهم نربط الحاكم بالناس هناك سبيل واحد وهو الالتزام بشريعة الاسلام اذا التزم الحاكم والمحكوم بشريعة الاسلام سوف يكون هناك ترابط بين الحاكم والمحكوم اما اذا اختل هذا الضابط فسوف لن يكون هناك ترابط ابدا مهما استمرت الدنيا قال الله تعالى لو انفقت ما في الارض جميعا ما انلفت بين قلوبهم ولكن الله انلف بينهم فالتأليف بين القلوب هو يملكه الله عن طريق اشياء من ضمنها مسألة الربط بين الفقير والغني عن طريق هذه الاموال اذا الارباب الدولة والحاكم والمسؤول وزع الاموال على الفقراء وعلى المحتاجين سوف يحبونه كثيرا مثل ما يحدث عندنا في المجتمع في مسألة بطاقات ارباب الاسر والله كم ادخلت من سرور على الناس تجاه الحاكم والمسؤول كم ادخلت من فرح وسرور في قلوب الناس بعضهم كان عليه دين فقضى دينه بهذه الاموال بعضهم محتاج الى العلاج فعالج نفسه بهذه الاموال بعضهم كان لا يملك سيارة مركوب له ولزوجته ولابنائه فاشترى بهذه الاموال التي هي في بطاقة ارباب الاسر سيارة وصار يركب سيارة مثل الناس كان ابنائه يحتاجون الى ادوات لتعليمهم لحياتهم اليومية بطاطين اغطية ملابس اواني طعام عن طريق بطاقة ارباب الاسر تصوروا هذه البطاقة لو تضاعفت قيمتها تصوروا ان البطاقة هذه بدلا من العام مرة مرتين كيف سيكون حال الناس والله سوف يفرح الناس كثيرا سوف يحبون مسؤولهم سوف يحبون حاكمهم وسوف يدعون له لان النفوس جبلت على حب من يحسن اليها فعن طريق الاموال وعن طريق الزكاة هذه يستطيع الحاكم ان يحبب قلوب الناس فيه عن طريق الزكاة والاموال من هنا نشأت فكرة تكوين صندوق الزكاة صندوق الزكاة ما هو؟ هو ولي امر المسلمين او الحاكم الاكبر مطالب ان يأخذ زكاة المال من الناس الاغنية بنص القرآن الكريم قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من اموالهم اي اصل اليهم وخذ منهم زكاة اموالهم لكن ولي الامر ربما ليس عنده وقت يتفرغ لمثل هذه الامور فوكل جسما اخر ينوب عنه في هذا الشيء ولذلك عندنا ما يسمى الان بصندوق الزكاة صندوق الزكاة هذا انشأته الدولة يعمل تحت نظام الدولة يعمل باسم ولي امر البلاد وحاكم البلاد الاكبر فهو الذي صارت له شرعية كبرى لان يأخذ الزكاة من اصحابها ليصل بها الى المحتجين والفقراء هذا الجسم صار يحبه الفقراء ويحبه اهل الاحتياج لماذا؟ لانهم يرونه انه الجسم الذي يسد لهم الاحتياجات التي هم يحتاجونها فمسألة الربط بين الحاكم والمحكوم احد اكبر دعائمها فريضة الزكاة ففريضة الزكاة هذه جاءت لاجل ان يأخذ الحاكم الاموال من الفقراء من الاغنياء ليوزعها على الفقراء وتنتهي بذلك هذه المشكلة مشكلة اخرى تحاربها فريضة الزكاة وهي مشكلة القضاء على البطالة المجتمعات حقيقة تعج بمسألة البطالة اما ناس قرأوا وتعلموا واكملوا تعليمهم واخذوا شهائدهم لكن لم يجدوا وظائف واعمال ينضموا اليها فظلوا في حيز البطالة هناك شريحة من المجتمع لم تتعلم من الاساس وليست معهم شهادات ولم يقرأ ولم يقبلوا تعليمهم لامر يرجع اليهم لكن هؤلاء الناس يعتبروا من ضمن شريحة البطالة كثير جدا عدد افراد البطالة ومن ينسبون الى البطالة في المجتمع الاسلامي هذه البطالة كيف سنحاربها محاربة البطالة تتم اما عن طريق الحاكم واما عن طريق عامة الناس من الاغنياء واصحاب الاموال الحاكم بامكانه ان ينشئ وظائف لهؤلاء الناس تناسبهم ينشئ لهم مشاريع اقتصادية تنموية حتى ينضم هؤلاء تحتها وذلك له دراسته وله اهله ليس هذا من تخصصنا ايضا يستطيع ارباب الاموال ان يكتسحوا هذه البطالة ويفرغوا اناس كثر من البطالة ينقلونهم الى حيز العمل يعني عندنا انسان فقير لا يملك شيء لماذا لا يأتي غني او سري عنده زكاة مال ليخرجها فيشتري سيارة تاكسي مثلا ويعطيها لانسان فقير زكاة مال يقول له انا ساتصرف لك في سيارة اجرة تعمل عليها تاكسي تكون ملكا لك هل تعطيني الاذن في ذلك يقول نعم لك الاذن يشتري له سيارة ويجعلها سيارة اجرة وتاكسي ويعطيها لهذا الفقير الان انت نقلت الفقير من حيز البطالة الى حيز العمل والكد عن طريق ماذا عن طريق الزكاة عندما اعطيته زكاة المال سيارة يخدم عليها ويعمل عليها صار حرفي صار يعمل بامكانك ان تفتح له محلا ورشة او امر اخر هناك عائلات فقيرة ومحتاجة نستطيع باموال الصدقات والتبرعات ان ننشئ لهم مراكز لتعليم الحرف تعليم المهن تعليم الحدادة السباكة تعليم التكييف والتبريد تعليم الطبق للنساء المسلمات وبعد ذلك نأتي بناس فقراء وندربهم في هذه المراكز ونعلمهم وعندما يتخرجون من هذه المآهد في فترة وجيزة اشهر يسيرة يتعلم الانسان هذه الحرفة وهذا الشيء وبعد ذلك نشتري لهم معدات ليمانسوا حياتهم وفق العملية التي تدربوا عليها يعني صاحبة الطبق هذه نشتري لها مثلا كوشة اللي صنع الحلو والحار مجموعة الطواجين نشتري لها تموينا تصنع به هذا الأكل وهذا الطعام وتصبح المرأة حرفية هي وبناتها يعملون ويكدون ويكسبون الأموال بالتالي نحن أنتجنا للمجتمع أناس أنقذناهم من حيز البطالة إلى أناس يعملون ويكدون عن طريق ماذا؟ عن طريق دفع الأموال إليهم وهي الزكوات فالغني إذا تضامن مع الفقراء من هذا الباب انتقل عندنا الإنسان من حيز البطالة إلى حيز العمل والكد بالزكاة نستطيع أن نصنع ذلك فنحول بالتالي كم كبير من الفقراء إلى أن يصيروا بعد ذلك ربما من الأغنياء الذين يدفعون الزكاة يعني هذا الحرف الذي سوف يعمل في ورشة أو صاحب الأجرة أو صاحبة الطبخ وما إلى ذلك سوف يعملون ويجمعون الأموال ربما تتكدس عندهم الأموال في يوم من الأيام يصبحونهم يعطون الزكاة ويدفعون الزكاة بدلا من أن كانوا عالة يأخذون زكاة المال فيستطيع الغني أو مجموعة الأغنياء أو صندوق الزكاة الذي تجمعت عنده الأموال أن ينقل الناس من حيز البطالة إلى حيز العمل إلى حيز إنشاء الأسرة المنتجة أو الإنسان المنتج أو الإنسان الآمل لينتقل بعد ذلك من البطالة وبالزكاة استطعنا أن نحارب هذه المشكلة الشريعة يا أخواني جاءت لتحل مشاكل الإسلام لا لتزيدها تعقيدا إذا وجدنا تعقيدا في المجتمعات دل ذلك على سوء تصرفنا نحن ليس لأن الشريعة سيئة لا الشريعة فرضت كل ما هو يصلح لنا لكن سوء استعمالنا نحن وسوء تصرفنا نحن أوجد فينا هذه الإشكالة لو كان الجميع الجميع يعطونا زكاة أموالهم ما احتجنا بعد ذلك إلى حل مشكلة لا بطالة ولا فقر ولا غيرها لن يكون عندنا محتاج لكن نظرا لوجود خلل في هذا الباب وجدت المشاكل فجئنا لنوضح لحضاراتكم أن زكاة المال جزء من الأشياء التي تحارب مثل هذه المشاكل أيضا مشكلة العنوسة التي في المجتمع العنوسة التي في المجتمع جاءت فريضة الزكاة لتحل مشكلة العنوسة التي في المجتمع العنوسة هذه تصيب الشباب وتصيب البنات ليس البنات فحسب وهي أن يصل الإنسان إلى سن كبيرة ومتقدمة ولا يستطيع الزواج لماذا يقول أنا لا أملك تكاليف الزواج تكاليف الزواج عالية أحتاج إلى مهر أحتاج إلى ذهب أحتاج إلى نفقات أحتاج إلى الطعام أحتاج إلى أشياء نعطيها لبيت الفتاة أو المرأة التي سيخطبها ويتزوجها فمن أين نأتي بهذه الأشياء كلها هذا الإنسان إذا ترك في المجتمع هكذا سوف تأكله العنوسة إلى أن يصير كهلا وشيخا كبيرا تتحاذفه الأقدام هذا لا الشريعة الإسلامية جاءت بفريضة الزكاة لتحل مشكلة العنوسة عند الشباب وعند البنات ولذلك فتح باب الزواج ليكون مصرف من مصارف الزكاة في شريعة الإسلام يعني إذا جاءنا إنسان فقير ويريد أن يتزوج هذا أن نقدمه على إنسان فقير يريد أن يأكل فقط لأن هذا يريد أن يفتح بيت يكون أسرة يكون من ضم ضمن المجتمع ولذلك جاز لأرباب الأموال الأغنياء أن يزوجوا الفقراء بأموال الزكاة ويعطونهم ما يكفونهم لقضاء هذه الشعيرة التي هم مقدمون عليها لكن ينفقونها في أشياء ترضي الله عز وجل لا في أشياء تغضبه يعني مش يعطوك فلوس الزكاة تمشي تجيب بيهم زمزمات هذا حرام هذا لا يجوز لا تُعطى أموال الزكاة لأجل هذا الغرض لا تُعطى أموال الزكاة باش تجيب بها مغنية يغنوا لك هذا ممنوع لا تُعطى أموال الزكاة حتى تُصرف على الصلاة الباهضة الثمن والمكلفة جداً وعلى الطعام المسرف لا هذا لا تُدفع فيه أموال الزكاة أموال الزكاة تُدفع في أبواب الزواج لقضاء أساسات الزواج التي لا يقوم الزواج إلا بها يعطونك ما تدفع المهر لأن المهر لا يقوم الزواج إلا بوجوده يعطونك ما تشتري به غرفة نوم أماكن أو أشياء تجلس بها على بيتك أواني صحون غطاء لحاف أشياء أساسية موجودة في كل بيت هذه لا بأس أنك تأخذ أموال الزكاة وتنفقها فيها أو أنت أيها الغني تستأذن من صاحب الأموال أو تستأذن من الفقير على أن تشتري له ما يحتاجه في هذا الباب أما أن تدفع أموال الزكاة في أشياء تافهة وأشياء لا علاقة لها بالزواج إنما هو بريستيج زايد يستعمله الناس فهذا لا تدفع فيه أموال الزكاة أموال الزكاة في الأشياء الأساسية والأشياء التي لا يقوم الزواج إلا بها ومن هنا نشأت فكرة الزواج الاجتماعي التي ترونها يقوم بها أهل الزكاة وأهل جمع الزكاة يزوجون الشباب مجموعة كبيرة عشر عشرين إذا زوجت عشرة من الشباب فتذكر أنك تزوج عشرين وليس عشرة لأن عشر من الرجال وعشر من جانب النساء وبالتالي نكون قد حاربنا مشكلة العنوسة عن طريق دفع زكاة الأموال وقت الحلقة للأسف قد أزف وأخبرنا المخرج بأنه انتهى مع أن هناك كثير من المشاكل في المجتمع التي تحل عن طريق الزكاة ربما نكملها بإذن الله في الجمعة المقبلة نريدكم أن تتابعوا معنا هذه المشاكل وفي هذا الوقت لا يسعنا إلا أن نشكركم على جلوسكم ونشكر من هم خلف الكاميرات ونشكر أستاذ أصحاب القناة الذين فتحوا لنا هذا المجال حتى نتذاكر في فريضة من فرائد الله شكرا للجميع وأسأل الله أن يثيبني ويثيبكم خيرا وإلى الجمعة المقبلة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة